نورتوا بيتكم نور بيتكم مرسي الحمدلله على السلام يا باشا طيب نستأذن احنا بقى ونسيبكم براحتكم لا يا باشا ايه اللي بتقوله ده؟ ده بيت هشامي عند بيتكم يلا يا ابني يلا طيب بعد إذنك انا حروح اطلعلك الشنط في القهود تفضلي غريبة الزينة معيشة في بيت زي ده ايه كان بتاخد مننا الكام يا هشامي انا اللي جبت لها البيت ده امتا؟ ازاي؟ وامتا؟ مش وقت يا سهولة مش وقته خالص مراته دي مراته يجب لها اي حاجة في اي وقت زي ما هو عايز ايوه يا خالو مفيش مشكلة بسأل بس عادي يعني مهم يا هشام انا عايزك تهدى خالص ما تشيش اهم كل حاجة حتتصلح ونلاقي لها حل ان شاء الله احنا اياما فشلنا في مشاريع وصفقات وقدرنا نقف على رجلينا من تاني وقدرنا نعوضها بأحسن منها وعلى يدك وبتخطيط منك احنا بنعمل فلوس يا هشامي مش هي اللي بتعملنا الحكاية مش حكاية فلوسه بس انا تسرقته من مين من ابويا واخوتي ايوه بس ده مش غريب عليهم كل واحد بعبر عن البيئة اللي طالع منها هم مش زيك وانت مش زيهم صلعا ده حق يا هشام وعلى فكرة انا كلمت المحامي زي ما انت طلبت مني وهو ان شاء الله من بكرة هيرفع عضية نصب واحتيال على ابوك واخويتك عشان يمنعهم كمان من التصرف في اي حاجة انت كنت تملكها وهم ما حطوا ايدهم عليها ده يا كويس قوي انا حمش بقى وبقى كلمكم عشان اتطمن عليكم على فين يا خالو؟ هتروح فين؟ انا جاهزتلك قدك فوق لا مالهاش لازم خلاص انا اتزبطت مكان كده هقل فيه مؤقتا سيبوني براحتي معلش هطلبك عشان عشان اتطمن عليك يا بحسبكم مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام طب تيجي معايا صلع عشان وريكي قدك؟ ماشي تفضل عن اذنك يا حبيبي تفضل يا صلع اتركوا في القناة قدت و تتبعنى متو مغلق اطفال ايجاب اه sketch اصده ابا kommال اصل لnu ابقي ار sweaty